يخرج علينا بعض المتحررين بدعوات إلى المساكنة مدعينا أن تزايد أعداد المطلقين دال على أن طريقة الزواج التقليدية خاطئة في الأصل وتحتاج إلى تغيير وأن جهل الزوج بطبائع زوجه وعاداته سبب في هذا الطلاق وأن المساكنة هي البديل الأمثل وإن تبعها زواج من أجل علاقة أدوم وأكثر ثباتا وأن المساكنة خاصة أنسب للمطلقين من غيرهم فهل دعواهم صحيحة حقا؟ لسنا هنا لتبين الحكم الشرعي المعلوم لهذا الأمر ومسماه الحقيقي لكننا هنا بالدراسة والبحث لكشف الأمر واختبار الدعوة في دراسة أجراها البروفيسور مايكل روسنفيلد حلل بيانات أكثر من عشرين ألف زوج عاشوا معاً عدداً من السنوات زواجاً أو مساكنة وقد قسم النساء في تلك الدراسة إلى أربع مجموعات الأولى نساء عشن مع رجال مساكنة دون زواج الثانية نساء تزوجن رجالاً بعد مساكنتهم لمدة ولكنهن ساكن رجالاً قبلهم الثالثة نساء تزوجن رجالاً بعد مساكنتهم ولم يساكن قبلهم والأخيرة نساء تزوجن رجالاً دون مساكنة إلى ما توصلت الدراسة خلصت الدراسة إلى أن المجموعة الثالثة كانت الأقل عرضة للانفصال عن الأزواج من المجموعة الرابعة وهذا معلوم من أبحاث سبقتها لكن لا يتعجلن أصحاب الدعوة بالفرح هذا الثبات كان في العامين الأولين فقط وبعدها تهاوى هذا الثبات وزادت نسبة الانفصال على نحو ثابت حتى العام العشرين مما يعني أن المتزوجين دون مساكنة أكثر ثباتاً واستقراراً على المدى البعيد لنعود إلى التصنيف أظهرت الدراسة أن المجموعة الأولى هي الأكثر عرضة للانفصال بنسبة بلغت ستة أمثال نسبة المتزوجين لكن ما الحال في المجموعة الثانية؟ مفاجأة نسبة الانفصال كانت أكبر بأربعة أمثال فهل التجربة والخبرة تحفظ العلاقة على المدى البعيد؟ وهذا شرع رب العالمين نزل قبل ألف وأربعمائة عام بما يصلح العبادة والبلاد ويحفظ للنساء حقهن وللرجال حقهم قبل أن يكون علم ودراسة وبحث وتجريب نزله وهو العليم الخبير بعباده ونختم باقتباس لشيخ عبد العزيز الطريفي إن الذي أنزل الشرع هو الذي خلق الطبع وجعل طبائع الإنسان الصحيحة التي لم تتبدل تتوافق كتوافق كفي الرجل الواحد وتتطابق الفطرة الصحيحة والشريعة المنزلة كتطابق أسنان الترسي حينما يقابل مثله فيدوران بانتظام لا ينتهي حتى يختل أحدهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر